عشان كده خلوني أشارك حضراتكم بأنه كل فريق القناة الأولى كلنا كل اللي اشتغلوا مع أستاذ ويل إبراشي على مدار وقت طويل بيعدوا الكتير والجميل والحلو للحديث عن هذا الرجل بالشكل الذي يليق به فقرب وقت هنكلمكم عن هذا الرجل اللي كتير مننا آه طبعا يعرفه لكن فيه كتير ما يقدرش يتابع كل التاريخ المهاندة زي ما أنا واحدة من الناس بقول لحضراتكم لحقت آخر تفاصيل من هذا الرجل لكنه تاريخ ممتد فيه ناس تتلمذت على يديه وفيه ناس زاملته سنين طويلة فيه ناس أرطله وناس حبته وناس ستدقته على مدار سنين طويلة كل الناس دي لها حق أنها تعرف أكتر عنه عن الشخص لكن عودة للخبر وما يحدث في الأخبار وكل اللي هتلاقي نفسك بتتبعه للأسف في الأسبوع اللي فات واللي أتمنى أنه يبقى فيه وقفه وأنه يتغير الحديث عن التحقيقات لكن بذكر التحقيقات خلونا نقول النهاردة أنه كان فيه قرار حاسم ومهم يوقف الجدل ويوقف كل المزايدات بقرار النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي نيابة العامة ذكرت في بيانها النهاردة أنه زوجة الأستاذ وائل رحمه الله تقدمت بعريضة اتهمت خلالها طبيب بالتسبب في وفاته إذ أعطاه أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها في علاج فيروس كورونا وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنسل قالت الزوجة أنه الطبيب كان يدخن بشراها في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته رغم ما لذلك من أثر سلبي وأضافت أنه برغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتلايف برئتين إلا أن الطبيب أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه الذي ادعى اختراعه حتى تواصل المتوفى مع طباء آخرين ودخل المستشفى بنسبة فشل وتلايف رئوي عالية حاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي الأستاذ وائل من مضاعفات التلايف وبعرض الأمر على سيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقع طبعا ده بيان محترم جدا يأتي استنادا على بلاغ من السيدة زوجة الأستاذ وائل الإبراش لحد هنا تستلم أنيابة العامة تحقيقات يفضل الرد والرد والرأي والرأي الآخر يفضلوا الأطباء لهم كل الحق أنهم يقولوا لا ده كان علاج الطبيب يدافع نفضي قصة تحصل بقى في أروقة القضاء ويحاسب إذا من أهمل القضية هنا بأعتقد بشكل كبير أن هي مش قضية تجريب عقار لأنه إذا أين كان الطبيب يقدر يسبت نوع العقار لكن القضية كمان الإهمال التعامل باستخفاف محاولات السبق محاولات الادعاء البطولة في أزمنة الأزمات زي ما على مدار السنة اللي فاتت شفنا حقيقي يعني شفنا أطباء قدموا حياتهم وشالوا حياتهم على كفهم لا شفنا تجار أزمات طبعا شفنا تجار أزمات وإذا كانت يعني وفاة الأستاذ وعلي رباشي الله يرحمه ممكن تفتح ملف تجار الأزمات فهتفتح ملف كبير مش بس المتاجرة بإدعاء امتلاك العلاج لكن المتاجرة بصرف عقارات طبية المريض مش محتاجها والدكتور بيبقى عارف إنه المريض مش محتاجة المتاجرة بإنه الإهمال والرأي الأوحد وده ده رسلين كلنا إنه طبعا الرأي الطبي والملاحقة والمتابعة الطبية لازم تكون ممكن فيها ناخد رأي واثنين وثلاثة خصوصا إذا كانت الحالة بتتدور تاني ولأنه كلام عن الأستاذ وائل ما انتهاش إحنا بنحاول أن نعدل نصبط الدفة إذا صح التعبير الكلام عن الأستاذ وائل لازم يا جماعة يبقى فيه جملة مفيدة عن سيرة هذا الرجل جملة مفيدة عن تاريخ هذا الرجل عن تحقيقات صحفية هائلة قدمها الرجل ده عن موضوعات فتحت وطرحت للرأي العام الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا كمتابعين هم اللي كانوا المتلقي الأول وكانوا أكتر ناس بتسعد أنه الله في حد بيتكلم باسمنا وفي حد بيتكلم بصوتنا خلونا احنا نعدل الدفة إذا كنا نراها غير مستقيمة حتى في التناول بكرة بالمناسبة فيه عزاء الأستاذ واقل إبراشي في جريدة روزة اليوسف الذي انتم إليها سنوات طويلة من العمل ودي لفتة واجبة الحقيقة من المجتمع الصحفي وأعتقد أنه هنشوف شكل تاني من أشكال التكريم لهذا الرجل غير أننا بس نتكلم عن الحدثة والدكتور وأن يصبح الطبيب أو الخطأ الطبي إذا كان هناك خطأ طبي هو النجم شكرا